سمّى هذه الرسالة بالعقيدة الواسطية لماذا؟ لأن المؤلّف كتب هذه الرسالة جواباً على سؤال ورد للشيخ الإسلام من واسط بلده ولهذا سمّيت بالواسطية أو أن شيخ الإسلام بن تيمة رحمه الله كتب هذه العقيدة بعد الصلاة الوسطى بعد العصر وفرغ منها قبل المغرب ونحن في المعهد ندرسها في سنة وكتب الحموية بعد الظهر وفرغ منها قبل العصر واسطية لأنها بعد الصلاة الوسطى وقالوا أنه في وسط عمر شيخ الإسلام أُلِّفت هذا الثالث الرابع ذكر فيها وسطية أهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرغ والأمة وسط بين الأمم مفهوم الخامس أن شيخ الإسلام والله أعلم هذه فاعدة توسط بالواسطية مع هؤلاء وحمى ثم حمى بالحموية ثم دمر بالتدمرية ولهذا لابد أن تسير على هذا الترتيب تتوسط أولا ثم تحمي ثانيا ثم تدمر لكن تدمير علمي بالكتاب والسنة لا بالمخالفة ترجمة نانسي قنقر